السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا شكرا لكم على متابعتكم شكرا لكم على اشتراككم في القناة اليوم صراحة موضوع مهم جدا انا احببت ان اتكلم عنه وهو موضوع صنع الانسان لنفسه اذا اردنا ان نصنع انفسنا اذا اردنا ان نبني اجتمعاتنا اذا اردنا ان نكون فعلا الناس فاعلين لسنا على الهامش يجب ان نسأل انفسنا ما هو الطريق الى ذلك الطريق ايها الاحب الكرام هو الكتاب الطريق هو القراءة تابعوا معي هذا الفيديو الذي اتمنى ان يكون محفزا لكم على القراءة ان يكون دافعا لكل انسان سواء كان صغيرا او كبيرا رجلا او امرأة ان يكون محفزا ودافعا له على القراءة لانك بهذه الطريقة تصنع نفسك وتضمن مستقبلا كريما لك ولأسرتك وتضمن ان تصبح انسانا فاعلا في هذه الحياة نافعا لوطنك من هنا تبدأ القصة لماذا اقرأ؟ اقرأ لكي اكون انسانا جديرا بالكرامة فنحن نعيش الان في عصر المعلومات واصبح الثروات الامم ومكانة الانسان تقاس بمدى امتلاكه للثروة المعلوماتية عندما اطلق الروس قمرهم الصناعي الاول اهتزت الاوساط التربوية في امريكا كيف استطاع الروس فعل ذلك؟ وبعد الدراسات جاء الجواب لقد اخفقت المدرسة الامريكية في تعليم تلاميذها القراءة الجيدة فرفعوا شعار من حق كل طفل ان تهيئ له جميع الفرص ليكون قارئا جيدا عندما سئل فولتير عمن سيقود الجنس البشري فاجاب الذين يعرفون كيف يقرؤون هل تعلم ان نصف الافكار المنشورة خلال عام تصبح لا قيمة لها وسيكون من المناسب ان نرسلها للاطلاف؟ انظر معي الى هذه المشاهد هؤلاء هم من الاجانب الذين يحتفلون على اليوتيوب بانهائهم لعدد الكتب التي قرأوها يحتفلون ويسجلون مقاطع الفيديو ليفتخروا بها انهم انهوا في هذه الفترة عددا من الكتب كانوا قد عهدوا انفسهم على قراءتها اين هو هذا الطالب العربي؟ اين هو هذا الانسان العربي من القراءة؟ لذلك الموضوع جد خطير وعلينا ايها الكرام ان نبدأ من الان من اجل ان نتحول من اناس همهم الاكل والشرب همهم ان تمتلئ المعدة الى اناس يعرفون كيف يصنعون الفكر نحن نعطي اهتماما للرغيف والمعدة اكثر من الكتاب والقراءة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة